أنا عندي مشكلة بقى مع الموضوع ده ومشكلة كبيرة جداً النغم الجديدة دلوقتي وهي فكرة ان انت تنتقل فنين او تتكلم فنين على المنتخب او تتكلم في توقعات فيبدأ الموضوع يروح في اتجاه مزايدات على الوطنية اولاً احنا كلنا قلنا هنا من بداية حتى الازمات اللي مرت ان مصلحة منتقب مصر شيء مهم جداً وقلنا وشرحنا وتكلمنا في تاريخ النادي الاهلي في مساهماته مع المنتخبات الوطنية وتأسيس ايضاً الاتحاد المصر الكورت القدم فاي حد بيكلمنا في الموضوع ده عبس تقييم الكورة زي ما بيحصل في العالم كله كورة يبقى بتتكلم في كورة فنيات بتتكلم في فنيات ملاش علاقة ابداً بان انت عايز ده يحصل انما انت متخوف ده يحصل بمعنى انا شخصياً شايف ان خروج افشة مفيد لي نفسياً لان افشة اكيد اي لعب يتمنى يتواجد في كاسر الوغة الافريقية ولكن افشة مع كيروش ومع افكار كيروش ومع قناعات كيروش بيه لأ كان هيخسر فنياً اكتر ومكانش هياخد فرصه وكان الرانكينج بتاعه لأ حيرجع مقارنة بلاعبين انا مقتنع تماماً انه هو بيتفوق عليهم وافضل منهم في مركزه ولكن على مستوى كيروش بقى واختياراته نفسها انا عندي مشكلة مع عشوائية كيروش انا ما بستريحش غير لما هنا يقتنع انت جيت كاس العرب كان لك تجارب لعبة اتميزت كان ده هدفك من البطولة وقلنا ان مش هدفنا نحاها البطولة بقدر ما نخرج بلاعبين انا في رأيي ان انت خرجت بصفر من تجربة كاس العرب لان انت ما شفتش لاعب قدر يصنع معاك الفرق هناك انت حاولت تستفيد بيه بعد كده حتى مروان حمدي اللي انت لمصلحة محمد شريف كنت بتقعد محمد شريف او بتلعبه جناح جيت في الاختيارات الاخيرة كنت مخرجه برا خالص ومرجع محمد شريف فاذا المنطق بالنسبة لي مش قادر اقتنع ثم نجيب مروان حمدي من البيت نتيجة ان اولا انت عدم فهم الظرف احنا ليه عندنا العدد ده من اللاعبين لان نتيجة اصابات كورونا اللي ممكن تحصل خصوصا ان انت رايح الكاميرون وارد تتعرض لاصابات كورونا لقدر الله الاختيارات بقى والتوظيف والرؤية انا عندي تحفظ عليها خصوصا ان انا عندي ثقة ان دايما منتخب نص اللي بيميزه في البطلات يعني مش هروح لبعيد قوي هنتكلم في البطلات اللي انت شفتوها سواء 98 او 2006 او 18 كان شخصية الفريق كرة الجماعية مش لعب فردي تقارب الخطوط الميزة اللي انت طول الوقت ليدنج على الفريق اللي انت بتلعبها انا مع كيروش بالشكل ده وبالافكار دي مش حاسس ان انا هشوف ده وعشان كده انا واقع جدا بقول ان حظوصنا بشكل كبير ان احنا نتصدر المجموعة ما نكونش في المركز التاني ونروح لمواجهات صعبة مبكرا زي كودفور او الجزائر